بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نكمل مع بعض برضو بحسة جديدة هوت برضو سيلبر نانو بارسكلز. ما حضره بجرين سينسز برضو. نعم نتفرق كده اللي هو عاملوا بص. ادي صورة هي من بره. قرب شوية. قرب اكتر. قرب اكتر خالص. لغاية تمحنا الخطوط اللي احنا شايفينها دي. جاية من الاتومز اللي جنبها بعدها. فهو قريب جدا جدا جدا. اه بالتم. الصورة دي هنعرفها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. وبعد كمان حيبالينا قاعدة معها كبيرة. يعني هنتكلم عن الصورة دي بالراحة كده وبالتفصيل. ادي الادكس ده اللي يهمنا. طبعا انا عناية مش جايبة الادكس ده. لازم اكون اكبره جوه البحث عشان نشوفه عامل ازاي. بس هو كله سيلبر. يعني هو مبين ان هو سيلبر. يهمني انت تبعينيك كده تشوف الاكستراكت ده. الحاجات اللازجة دي اللي حواليه هي دي الاكستراكت. فدي صورة برضو يعني اللي اللي واخدها. ما شاء الله محترف يعني شوه تقدر يطلع الاكستراكت ومبين المادة اللازجة على العضوية اللي حواليه. لما تبص كده تركز هتلاقي فيه زي خط طويل كده في الصورة رقم بيه. في زي كسرة كده في الخط. نص الخط له خلفية من الالوان غير الخلفية التانية. ده بيحصل ساعات وهو بياخد الصورة هو بياخد اللقطة. الكسرة دي بتحصل. فيه ناس بتقبل بيها في الابحاث يعني زي ما هي منشورة كده قدام منك. وفيه بعض المحكمين يقولوا لا الكسرة دي مش حلوة. وانت قعد على الميكروسكوب يستحسن الكسرة دي ما تطلعش. يعني ان الشاجة المبسوعة من نص كده نصها له خلفية ونصها له خلفية افتح شوية. الكسرة دي مش حلوة. لكن بس انبيت اتنشر وبتعدي يعني. لو حصلت. آآ برضو هنا لما نقرأ الكلام هتلاقي في الاخر بيقولك انه مثلا ايه الادكس بيأكد انه سيلبر بس. كعنصر وحيد. وطبعا بيشرح لك بها هنا السايزز اللي عدت له كده. بقية الشرح اللي موجود هنا هو ده زي ما قلت لك بعد ما نتكلم على الاكسار دي اهو. هو حتى رابط مع الاكسار دي. فانا يعني ايه كان لازم نتكلم على الاكسار دي بها بعد كده. بس انت لما تبيدي تتعلم انا رأي الشخص ان احسن حاجز علم اتتم الاول عشان انت شايف بعنيه. الاكسار دي لسه ان شاء الله هيجي معنا في الفيديوهات اللي جاي. طيب نتكلم شو عن الناكومبوسيتس. انا دلوقتي الكل ده احنا بنتكلم على سيلبر بس. تعالنا بنتكلم على كومبوسيت مادتين او اكتر. واحدة من نوع الاقل في النانوسكين. ده مثلا بحث بيحضر سيلبر على سطح زينكوكسايد. اه هنا بقى نبتين نتكلم. هنا بقى اليدكس خش معنا وهنا بقى الشغل المهم جدا. انت من عنوان البحث. لما تشوف سيلبر على زينكوكسايد. وهو صور لك تيم. انت مستني ايه من صورة التيم. مستني تعرف فين السيلبر وفين الزينكوكسايد. مستني شوف ده الوحد وده الوحد. ده قلب فيه يعني. فانت مثلا دي صورة هنا انا مكبرها لك من الفيجر بتاعه. الفيجر الاصلي اهو. هنتكلم عنه بإذن الله. بس ده الفيجر ده هو الاول فيجر ايه وبي منهم. الهم دول. ايه وبي دول. احنا مكبرينهم من اهوت. انت ما تبص على صورة زي فيجر ايه دي. عايش ما احترم شي دي. استفدت من نهاية. انت كل اللي استفدتوا انه الكمبوسيت على بعضها مكورة كده. الزينكوكسايد على السيلبر كله مكور وخلاص. لكن انت ما انت شايف فين الزينكوكسايد وفين السيلبر. الحقيقة ان الزينكوكسايد نفسها عبارة عن كور كده والفضة اه مترسسة فوق منها. مزوائية كده فوق منها. فالفضة زي كور صغيرة مسك على كورة كبيرة. فالزينكوكسايد كورة كبيرة كده وفيه كورس وقايرة كده من الفضة حاولين منها هو قرب 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 لغاية تنوريه لك قادي حتة من الزينكوكسايدة هي وقادي الفضة على سطحها ونكبرها لك خالص او انت المسافة دي خمسة نانو ده هيرزولوش انتم انت النقط اللي انت شايفها دي الاتومس الاتومس اللي مكونة الزينكوكسايد والاتومس هات الفضة الارقام المكتوبة دي لازم زي ما قلت لك نرجع للإكسر دي عشان نبقى فاهمينها اكتر بس انا عايزة فاهمك ان هو ايدير عارف اهو بيقولك ان ده الزينكوكسايدة اهو وده الفضة وده السيلبر دعنا نشوف بقى دور الإيدكس بالموضوع هو هنا عامل إيدكس مابينج في الموضوع إيدكس مابينج شكله حلو جدا ادي الصورة اللي قدامك دي خدها إيدكس مابينج كزا لقطة اول مرة قال له وريني فين الأكسوجين فطلع له الأكسوجين في كل العينة زي ما انت شايف كده تاني لا تقاله فراجني فين الزينك فطلع له نفس الزينك بالزف ده معنى ان الزينكوكسوجين هو عاملين زينكوكسايد مع بعض فده طبيعا ان الصورة دي تطلع بنت عم الصورة دي تطلع اختات توقع تقريبا ده بس دابلون ودابلون فالزينكوكسايد والأكسوجين بس كده مع بعض دعنا نشوف الفضة فين بقى الفضة هي كور 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 كده منفصل عن بعضها فده معنى ان الفضة كور زغيرة فوق سطح الكور الكبيرة اللي من الزينكوكسايد والزينك ده تفسير الصور دي أنا عارف إنه كانت ممكن يكون غريبة عليك شوية أو تقيل عليك شوية بس هو ده تفسيرها وواحدة بواحدة مع التعود عينك هتتعود عنها بقوله لك ده فده أهم حاجة في الإيدكس مايبين الإيدكس مايبين معبول عشان كده عشان يفرجني فين الفرق من الاتنين دوله وبعد هو كمان كنت أتمنى لو هو يقدر يطلع سورة تيم تبين حتة كده زينكوكسايد لوحدها وشوية سيلفر عليها كده لوحدها بس هو هنا في البحث ده ما طلعهاش لكن احنا واحدة بواحدة لما نشوف الأبحاث تانية حطين فض على زينكوكسايد أو فض على أي وكسايد تاني نقدر عينينا تفتح لصور التيم أنا مستني إيه من صورة التيم الجمال اللي في صورة التيم الإبداع اللي بيبداعه الباحثين في إظهار العينة النانومترية من صور التيم باستخدام بقى الأوبشنز التانية أتمنى تكون الفكرة واضحة وأتمنى أن أنت تكون زي أنك بيفتح لمهارات بعيدة يعني أنا آسف التعبير بيننا عن الكلام النظري اللي في المحاضرات الأكاديمية اللي هو بيقع مجرد إيه 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 تتعامل إزاي والإشارة بتاعتها إزاي كل ده كلام حلو قوي بس الأبحاث حاجة تانية الأبحاث فيها مهارات تانية لازم تتعلم نكمل إن شاء الله بمعبط الفيديوهات اللي قاية شكرا